كيف نقرأ اليوم المشهد الدائر في القدس المعتلة بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نحن في معركة حقيقية العدو الصهيوني يريد أن يفرض معادلاته على المسجد الأقصى وعلى شعبنا الفلسطيني وعلى الأمة كلها يحاول أن يفرض معادلات تبدو أنها مقبولة يحاول أن يبالغ في الخداع والكذب من خلال أنه يظهر تراجعات معينة ولكن الطريق التي يسير فيها العدو الصهيوني هي طريق تثبيت التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وفرض القوة الاحتلالية لتكون هي المسيطرة على المسجد الأقصى طيلة السنوات الماضية وبشكل محدد منذ عام 2000 يعني منذ أكثر من 20 سنة والعدو الصهيوني يخوض ضد أهلنا وضد مقدساتنا معركة حقيقية عنوانها أنه صاحب الكلمة العليا حاول أن يفرض ذلك بعدة وسائل كانت الطرق الخشنة التي يحاول فيها أمور ظاهرة يواجهها شعبنا الفلسطيني يواجهها المرابطون من أهل القدس والمرابطات ويفشلون مثل البوابات ومثل الكاميرات وغيرها في مصالة باب الرحمة لكن هناك قطوات استطاع هذا العدو الصهيوني أن يفرضها من خلال السماح لقطعان المستوطنين باقتحامات مستمرة ومتتالية للمسجد الأقصى من أجل الصلوات التلمودية فيه وهذا ما لم يكن موجودا منذ عام 2000 يعني قبل أكثر من 20 سنة حيث كانت دخول المستوطنين والمقتحمين اليهود الصهاينة كان يتم باعتبارها مجموعات من السياح فكانوا يدخلون تحت رعاية الأوقاف كانوا يدخلون بضبط وتنظيم من الحرس العرب أو الحراس العرب في المسجد الأقصى هذا غير الكيان الصهيوني وفرض معادلة جديدة باعتباره قوة احتلال هذه المعادلة الجديدة سمحت للمستوطنين وللاقتحامات بشكل مستمر الأيام هذه اللي مضت بمناسبة الأعياد حاول أن يكرس هذا المشهد ولكن اصطدم بحقيقة أنه الآن هذه الأعياد تأتي في رمضان السنة الماضية عندما جاءت في رمضان نتج عنها معركة سيف القدس اللي ورثت القضية الفلسطينية معادلة جديدة هذه المعادلة استطاعت أن تجمع الشتات الفلسطيني وأقصد الشتات الفلسطيني بمعنى المكونات الفلسطينية الأرض الفلسطينية الشعب الفلسطيني جمعت أهل الثمانية واربعين مع أهل الضفة مع أهل غزة مع الفلسطينيين خارج فلسطين من جديد ليتحدوا في بوصلة واحدة هذا اعتبر العدو الصيوني خسارة استراتيجية لا يريد أن يكررها وبالتالي فإنه مناسبة عياد الفصح اللي جاءت مع رمضان حاول العدو الصهيوني أن يمتص الغضب الفلسطيني أن يجنب المقاومة الفلسطينية أو أن يحيدها ولذلك عمل مجموعة من الإجراءات لكن في الظلال الحقيقية أنه أكد على دخول المقتحمين المقتحمون الصهايين اقتحموا المسجد الأقصى عبر أربعة أيام هذه الاقتحامات تجاوزت أعدادها الأربع آلاف مستوطن خلال أيام اشتركوا في القناة